أعلنت وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلية المدرسية عبر موقعها الإلكتروني حيث بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم للدراسة بنظام الحضور في المدرسة وسيكون الحضور في المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى حسب المرحلة الدراسية وما تقتضيه مصلحة الطالب مع استكمال بقية الأيام عبر نظام التعلم الإلكتروني عن بعد كما أوضحت الوزارة بأنه بالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني عن بعد بشكل كامل فإنه ليس مطلوب منهم التسجيل في الخدمة لأن جميع الطلبة الذين لن يسجلوا في خدمة الدراسة عبر الحضور الفعلي سيتم تحويلهم تلقائيا إلى نظام التعلم الإلكتروني عن بعد دون الحاجة إلى التسجيل أو توفير أي بيانات هذا وتبين الوزارة أن خدمة التسجيل في نظام التعلم بالحضور المدرسي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 29 من أغسطس الجاري حيث سيتم بعد ذلك إغلاق رابط الخدمة وتحويل جميع الطلبة الذين لم يسجلوا في نظام التعلم بالحضور المدرسي إلى نظام التعلم الإلكتروني عن بعد بشكل تلقائي